السلام عليكم طلاب هذا تكملت الفيديو السابق الذي كان في حل التمارين الآن هذا الاكتف فيتبوك كونت 5 صفحة 27 الأول مطول هنا هذا مهم صفحة 28 هنا إنفينيتيب 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 إنفيني مهتم إنفيني انفيني يمكنك إفعال إنفيني أريد أن أشاهد فيلم هذه الليلة أريد أن أشاهد فيلم هذه الليلة نمبر قناة أن تعطي المعروف بيتك هذه سبحانه لأن هناك فعلي يجي وما وراء تو وفعلي مجرد أو ing بس يلطيق ماكو تغير بالمعنى يعني قل له I am بديت واخدناها بالتمارين على الصبورة I began to learn I began learning English when I was seven عندما كان عمره سبع سنوات some people like having don't forget to post don't forget to post my letter يعني خلي two هنا فعل وراء تو وراء فعل مجرد والباقيات هذا الحمالات هم تتكملون أنا عندي page 29 يعني صفحة 29 عندي choosing the correct for يعني أختار الشكل الصحيح يقول خلي صح قدم الفعل أو قدم الجملة الصحيح الأولى وثاني الأولى حالة هو Would you like a coffee? No, do you like a coffee? يعني طبعا نصير الطلب يعني من تدعوه تقول أود يعني هاين فايد دعوة أصر what do you like? ما نقدر أستخدم تدعوه كما نصير الطلب أولى نصير الطلب قال ياسبدي no sugar thanks no sugar thanks no sugar thanks no do you like your teacher? أنا لا أعتقد إذا راح تحبوني do you like your teacher? لو would you like your teacher? طبعا أستخدم تدعوه هل تحب المدرس ما لتك؟ واذا شو تقولون okay thank you for student who tell me no or for student who tell me yes number three do you like going for walks? لو would you like going for walks? أقول ل do you like هل تحب؟ مو أقول لها هل ترغب أن تحب أقول لها هل تحب الخروج أو عندها تمشى نحن عند الفور do you like swimming? لو would you like to go for a swim? أكثر أقول لها would you like to go for a swim? number five what do you like doing at the weekend? لو what would you طبعا أقول لها what do you مو أكثر مداما أستيلا ما أقول لها what would you like أقول لها what do you like هنا الأخيرة أختار بها what would you like to do this evening? اللي وعراها بعض يعني همهم would like أخذناها وياما نوية like to do بعدين أخذنا الود وتجي دائما بها سئلة would like or like أكو بعدي بس like أود لك أستطيع أن نشوف شنوها يقول لكم بلدة سنتينسل with would like to do or like doing would like to do or like doing and the correct form of the beer بعدين صحح على الفعل what sort of books do you like reading يقول لك صحح حفل بعدين هو صحح فعل بدان هنا جاء هني like خلي بها نجيل الفعل وهنا يعني أي نوع من الكتب أنت تحب تقرأ B I like to biographies and thrillers okay number two would you like to be a teacher هل ترغب أن تكون مدرس when you grow up عندما تكبر B no they have to work very hard لا هم ما يعملون أو عملهم كلش صعب I agree with this sentence number three it is Sophie's birthday soon is it what would she like to have for presents this sentence will happen we can do we can do all the other here will and going to we can do we can do but we won't do anything okay okay نعدي هذا صفحة 30 choosing the correct form هم نفس الشيء يعني نستخدم الفعل أو الشكل الصحيح correct the correct form of the verb هنا number one why are you working so hard these days يقول لي ماذا أنت تعمل بجهد هذه الأيام جواب قال because I will buy though I am going to buy a car يقول لي أنت تضغط على المسك بالعمل يعني مدام تضغط على المسك بالعمل يعني هو مخطط يسوفت شيء يعني هو مقدر يشتغل براحته فما يستخدم لأيول لأن الأيول نحن قلنا عليها الأيول تجي يعني قرار أقرره يعني آنيا أو استخدم الول حتى أوعد أسوبيها برومز أو استخدمها التنبؤات لكن مدام أنا مخطط أقول لأيام I am going to أو أنا ناوي مو بخطط هنا تجي أناوي أفضل يعني أنا ناوي إنه أشتري السيارة فهو أعمل بجد نزين What will you buy لو are you going to buy يعني نفس الشيء همي أنا ما قدر أقول له will you buy لأنه لازم خطط أشتري فهو أوكي هنا عدي she hasn't got a CD player أوه I will buy لو I am going to buy her book دين هناش راح أختار لها هو ما يعرف هو ما يعرف ما قدرك قلها I am going مدام هو قلها معدها وتفاجئ يعني هسا هو قارن راح أشتريها أصر I will أوكي that can you meant this for me I can't sorry ask mom she will do أصريها سوف تعملوها لكي ما قدر أقول هي مخططة لأن هي أصلا ما تعرف لهم حتى مخططة بموضوع why have you got many eggs because I will make لو I am going to make مدام هو جايب براض يعني كثير من بيض يعني هو مخطط يسوي فتشي أوكي أوملت مسوي فعدنا أوملت مسوي what الوراها what will you do are you going to do today طبعا ما استخدم what will you do what are you going to do today يعني شو مخطط أنت تعمل هذا اليوم الباقيات هذا الحلمات هم انتو هميني حالوا تراجعوهم على مدد طبعا هين شاشة دجي بالامتحان أوكي هسا عدلي وكابلاري هذا المفردات كل مهم هما ريده هذا هنا عندي لست A وان لست B يعني عندي اللقان 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 العمود الأول العمود الثاني هنا منطيني كنمات أفعال طبعا هنه ولازم أخلوا اياهن فاتشي طابق هنه سرانتو قذر اوكي هنا عندي wear هنا صوري wear يعني بس wear a suit let's tell a story drive a van take a photograph do the washing up make a phone call كاش ورس دي اتشك اتشك كاش اتشك مع نقد يعني السك نقد بوست اللتر هنكون المطلوبات منك عندي هذا يمكن اخر تمرين لاندي واحد اخرى بس سريع الوقت لا يستح بقى تكملون بهذا التمرين حفظ طبعا هنالك هناك مليدى سنتينسي وده بروزشين فروم بكس هناك دائما كل يونت يجيني يجيني وراء حروف جر حتى تتقون عليها ونخليهن بالفراغة سطحيح نستخدم فور والآت والإن وطنسلت لكم الى هنحتى ورد بالجوجل كلاسروم باستخدام انتظير لان ساعه الوقت حتى يصل لانا انتظر لساع الجره لانا انتظر لانا انتظر انتظر ماري تتاعد معها قبل الذين هنقون على الامر إذا كان لديك مشكلة، أسأل لك هل تتعلم بمعارضة؟ هل تعرف أن هيرين يحصل إلى مدينة؟ هل يمكنني أن أتحدث معك؟ نستطيع أن أعلم معك؟ لك أتحدث معك لا أستطيع أن أعلم معك عن أشياء الأشياء هل يخافون من الكلاب؟ هل يخافون من الكلاب؟ هل يخافون من الكلاب؟ بسبب الموجودة هنا الأشياء على الواقع و이에요 سأخدم هذه الأشياء الأفعال و الأصفات و الأصفات و لا يقول يقول أعمل او أفحد يقضي الدرجة فترجم البحث برئب هذا المسبوع بالأسفل with the better adjective الصفة جيدة from the books. ما الصفات تصريدني؟ Use the ish advise once only. Careful, sometimes more than one word is possible but not always. يقول مرعة تيجي الكلمة هم تيجي يعني تناسب أكثر يعني الفراغ ناسب أكثر من كلمة بس مداما. Now we are having a nice time here in Scotland. Number two, when I am a shikha is takedam it nice. Okay, is takedam it nice. Zain. But the weather is terrible. When I am a shikha is takedam it terrible. And number three, we are staying in a comfortable hotel near a small town. قرب قريبة صغيرة. We have, we have spectacular views of the mountains. The castle was really old. طبعنا القلعة قصدة. We are hoping to go for long walk by the lake. Did you have a good time in Italy? This is all about UNT5 and here we are UNT6. The student book and the activity book. أشكركم الحسن للإستماع وتابعوني فيديو آخر إن شاء الله نشرح به UNT6. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.